نيجي بقى للسؤال أول احتمال أن الطفل يقلق ويعود يعاية ربع ساعة أن يكون عنده كابوس الله هو أنت يا دكتور قاعد بقى كل ده وتقول لنا أنه عنده كابوس طب ما احنا عارفين ده كابوس لا أنتو مش عارفين الكابوس يعني إيه والكابوس ده في حاجة تانية كمان في حاجة اسمها الرهاب الليلي أو الفزع الليلي وفيه فرق ما بين الاتنين يبقى احتمال أن يكون فيه كابوس عند الطفل أو أن يكون فيه فزع الليلي أو الرهاب الليلي لازم نعرف الفرق بينهم عشان نفهم ونعرف نتصرف مبدئيا الكابوس غير مقلق يعني مش مقلق من ناحية طبية والكابوس بيحصل نتيجة تأثر الطفل بحاجة أو حاجات شفها الطفل ده سواء خلال اليوم أو على أقصى تقدير اليوم اللي قبله خلاص كده يكون شفها فعلا أو شفها تلفزيون أو شفها قدامه أو ما إلى ذلك ممكن تكون على فكرة حاجة من فترة ممكن تكون حاجة شفها من فترة يعني فترة أطول من اليوم الفات بس بشرط أنها تكون تكررت أكتر من مرة أو خوفت الطفل قوي كانت فيه مقولة يعني شبه علمية الحقيقة بس هي مش مقولة علمية هي مقولة فلسفية بتقول أن الأحلام أو الكوابيس هي امتزاج الماضي بالطموح فيعني دي برضو إيه نفكر فيها كده شوي أنا ليه قلت لكم الجزئية دي بالذات اللي هي جزئية أن الطفل ممكن يحصل له كبوز بسبب حاجة سابقة خلاص مش لازم تكون حصلت في اليوم ده أو اليوم اللي قابله على طول بس بشرط أنها تكون كبيرة أو يخوفت الطفل واتكررت لأن الطفل عنده ما يعرف بالذاكرة البصرية عندنا كلنا الزاكرة البصرية عند الأطفال بقى فيها مشكلة شوي أن الطفل علشان بيكون ملفات جوه مخه ملفات من الصور فبيبتدي يسمي الفايل أو بيسمي الملف بالصورة اللي اتكررت كتير هقول لكم مثلا لشان تفهموا قصدي يعني لو افترضنا أن الأب الأب مثلا لسه ابنه صغير هو وعنده مشكلة في شغله مثلا أو عنده مشكلة مع زوجته لقدر الله أو عنده مشكلة يعني أو هو طبيعته طبيعة عصبية أو طبيعة أنه بيميل إلى التكشير أو كده أنه بيكشر يعني كتير الطفل كل ما يشوف الأب بيعمله فايل عمال يصوره صح؟ دي اسماء الزاكرة البصرية الطفل بيجي يشوف بقى الصورة اللي اتكررت كتير ويخليها هي التعريف بتاع الفايل ده دي نقطة مهمة قوي عشان كده أنا بحذر دايما من أنه ما نتخنقشه قدام الطفل حتى لو عمره شهور يا دوك آه يعني ما نعودش نزعق في بعض قدام الطفل أو حتى لو حداك مثلا بتكلم في التليفون ومنفعل قوي وابنك نايم جنبك وانت فاكر أنه هو أنت الموضوع ما يخصوش في حاجة هو فعلا ما يخصوش في حاجة لكنهو عمال يصورك وانت بتقول إزاي ده يحصل أنا مش عارف إيه بتاع المنظر ده ممكن يخوف الطفل ليه بقى لما بيستدعيه بالذاكرة البصرية وهو نايم بيبتدي يرتب الصور فييجي جزء من الصور دي تبقى حاجة بتخوفه فاهمين قصدي فيبتدي يحصل له كابوس ماشي الكابوس بيحصل دايما في الجزء التاني من دورة النوم يعني إيه يعني لما الطفل لو الطفل ده مثلا بينام عشر ساعات أو بينام اتناشر ساعة يعني الطفل بينام من عشر ساعات لتناشر ساعة يبقى الكوابيس بتحصل بعد خمس أو ست ساعات من النوم دي نقطة بالغة الأهمية شفتوا بقى ان الكابوس ده مش مجرد اللي هو يا ساتر الله ما جعله خير لا فيما هو دي يا ساتر الله ما جعله خير ده موضوع لكن العلم بقى فيه حاجات تاني يبقى الكابوس بيحصل في الجزء التاني من دورة النوم يعني بالنسبة للطفل لو هو بكر لو الطفل بينام عشر ساعات يبقى الكابوس عمره ما يحصل قبل خمس ساعات او بينام من 12 ساعة يحصل بعد ست ساعات الكابوس بيحصل ويخلص وبعدها الطفل يصحى بيصحى الكابوس الطفل شافه وخلص والطفل يصحى لما بيصحى بقى بيصحى سواء بالسريق يعني بيصرخ او العياط او الاتنين خلاص كل المطلوب مننا وقتها ايه اننا نحضن الطفل ونطمنه ونفتح النور موضوع النور ده مهم قوي على فكرة النور موضوع مهم لان فيه امهات واباء لما اطفالهم بيحصل لهم حاجة زي كده يقولك ايه مش هفتح النور عشان النوم ما يطرش من عينيه انا عايز اقولكو انه جزء من آلية معالجة الموضوع بشكل سليم ان الطفل لازم يشوفنا ويشوف المكان اللي هو فيه يعني يعرف ان دي قطه يعرف ان ده مكان نومه اللي هو فيه امان وهو عارفه وعارف معالمه وعارف تدريسه وعارف ان ما فوش حاجة تخوف فهمتوا قصدي فكرة ان النور يفضل مطفي انتوا كده بتخلوا الطفل يفضل مكمل ذهنيا في الحالة اللي هو كان خايف منه انتوا فاهمين قصدي فما تخافوش من حكاية انكم سفتحوا النور دي تفصيلة مهمة قوي خلوا بالك كل المطلوب ان احنا نحضنه ونطمنه وانت بطب عليه خلاص واذا كان الطفل كبير طبعا في السؤال ده هو الطفل عنده سنتين فمش هينفع ممكن لو كان اكبر بقى ممكن يحكي على الكابوس يعني يحكي لنا عليه لو سألنا بالليل يعني ايه يا حبيبي فيه ايه خايف من ايه شفت ايه فهم قصدي انت نايم حلمت بايه هيحكي لنا بلخبطة لو الصبح هيحكي بوضوح اذا كان يعني ايه اذا كان الموضوع يعني كان جامد بالنسبة له هيقول ده انا شفت ان انا بعمل هتلاقوه الطفل بيحبس ده ما يبقى زي ما قولنا الطفل اكبر سنة ده بالنسبة للكوابيس